موسيقى التقارب الكردي حصر البيت الشيعي في زاوية ضيقة بسبب استمرار خلافاته فهل سيكون اتفاق الحزبين الكرديين مفتاحا لكسر الأقفال السياسية بين الإطار والتيار أم على العكس ستقوي طرفا سياسيا شيعيا على حساب آخر موسيقى حلحلة الخلافات الكردية أو بوادر حلحلتها على مود نكون أكثر دقة بالطرح جعلت كل الأنظار تتجه للبيت الشيعي اللي خلافاته ما تزال صامدة وتأبل حلحلة وأطرافها يزدادون شدة بدل المرونة وانسداد البيت السياسي الشيعي معناها ماكو أي فائدة لبقية الانفتاحات في البيت الكردي أو الأخطاب الأخرى أي نعم قطبين بالعملية السياسية لازم يقعدون ويحلون خلافاتهم ويوصلون الاتفاق بالقوة أو بالمروة أكيد عرفتوهم سيد مقتدى الصدر وسيد نور المالكي وبعد مرور أقل من 24 ساعة على زيارة نجرفان الفرازاني الإسليمانية واللي وضعت حد الخلاف الكردستاني صبحت بغداد على زيارة وفد كردي التقى بأبرز الإطار التنسيقي وهما نور المالكي وهذا العامري هاي زيارات صحيح عادية وصائرة هواية بس توقيتها أبدا معادي وكان الموضوع برسائل ومقترحات جاء الوفد ليعرضها على الإطار التنسيقي المقرب من السليمانية لأن بعد هذا اللقاء أبو حسن صرح وقال أمالي تشبير بأن نوصل الاتفاق من أجل حل الانسداد وتشكيل الحكومة بأسرع وقت بس شلون وش وقت ما قال لكن ذكر أن معالجة الانسداد تتطلب تضحية يا ترى هاي التضحية منه راح يقدمها السيد الصدر لأساسا قرر يروح للمعارضة لمدة 30 يوم له جزء من الإطار التنسيقي وجزء أكبر لروح ويتحالف الثلاثي له تضحية الإطار بالمالكي وعلى ذكر المالكي يا جماعة الخير ظهر هو الأخير متفائلا خلال استقبال السفير التركي مكشف عن ظهور رغبة لدى الكثير من القوى السياسية حتى يقعدون على طاولة حوار قبل أن يؤكد على تشكيل حكومة منسجمة تحفظ حقوق المكونات وتؤمن بوجود معارضة سياسية منتجة بس معالجة الانسداد متصر بالمسكنات والتفاؤلات والكلام الطيب الإنشائي لأن صارنا سبع تشرب هاي السوال وكل شي محصنه هب ياض وعيونكم حياكم الله سادتي الكرام وحلقة جديدة من الثامنة عبر قناة الرشيد الفضائية بلشه أستاذ محمود بسناب مو أستاذ محمود حياك الله يشرفتنا أستاذ محمود الحياني عن تحالف الفتح أستاذ أيضا زياد العرار البحث في الشأن السياسي ضيفه أنت كريما حياكم الله سادتي زياد نورتنا في هذا الحوار سهل كيف قرأته أستاذ زياد الخطوة الأمس لكاكني جربان برزان في السليمانية هل هي فعلا رسالة أنه رحنا رح نتنازل أو هي خطوة مو فقط للتنازل رح نبلش بنفسنا ويا سياسيين ويا بيت سياسي شيعي يعني أهم سهلها الله يسهل أمرك فضل شكرا سادة طيب تحياتي لحلقتك للمشاهدين ونسيد الحياني تحياتي لك والحقيقة نبتدأ بالمعلومات نعم قبل أن نقرأ القراءة السياسية للزيارة نعم معلومات أنه رح رئيس إقليم لأن يحضر تخرج دورة 16 نعم كلية العسكرية وأيضا أعتقد للبيشمرقة أيضا دورة وأداء يمين وقسم يعني زيارة رسمية صح إذا أخذناها في هذه الجنبة فهي زيارة رسمية بحتة وواجب دستوري أو واجب وظيفي نعم بهذا الإطار وهذا الاتجاه نعم ما يترتب عليها أثناء عملية الحضور وكسر الجليد والتواجد في السليمانية واللقاء بالأخوة في الاتحاد والحديث معه من قبل الرئيس نجير فان وأكيد رح يصير الحديث عن انخلافه عن الزعل ما جرى في تلك الأروقة قد يكون له نتائج تحمل وتحمل على المفاوضات التي تجري الآن دعنش بالتحليل حتى نطلع بالمعلمات تمام التي تجري بين الأخوة الكرد منذ ثلاثة أو أربعة أيام مباحثات ومشاورات جدية ما بين القوى الكردية حول إيجاد اتفاق مشترك على رؤية مشتركة في عملية اتخاذ القرار بشأن انتخاب الرئيس والحوار حول ذلك داخل الإقليم ومع بغداد مع التأكيد أنه لا زالت كل المرشحات لحد هذه اللحظة تقول بأن الاتحاد ما زال متمسكا بموقفه والديمقراطي متمسكا أكثر بموقفه وبالقراءة للديمقراطي فإنه متمسك لأنه يتمسك بالأمر من اتجاهين أولا هو الفائز الأكبر في المقاعد النيابية على مسار وعلى مستوى الحكومة الاتحادية وهو المرتبط بشراكة حقيقية ببرنامج انتخابي وبرنامج حكومي وبرنامج سياسي مع شركاء هم الأكبر في المكونين الشيعي والكردي وهما التحالف انقاذ وطن يجمع السيادة والتيار الصدري والديمقراطي وبالتالي لا زالت الخطوات بانتظار ما ستفصح عنه نتائج المباحثات الجارية الآن ما بين البيت الكردي السياسي تمام استاذ محمود حياك الله نورتنا في هذا الحوار أمس السيد العامري خرج بتصريح حقيقة متلفز ذكر أنه الساعات الأخيرة راح تشهد انفراجه وإحنا قال متعلمين على طبيعة المشهد وطبيعة هذه المؤشرات أكون فعلا انفراجه سياسيه داخل البيت السياسي الشيعي ولا هذا فقط كلام هو لترطيب الأجواء لتهديئة الطرفين أو كلام الشاي تفضل بسم الله الرحمن الرحيم بداية السلام على حضرتك صلى الله عليه وسلم وعلى ضيفك العزيز سيد أرزياد وقناتكم وجمهوركم الكريم قناة الرشيد القناية حقيقة الرجل الحاج العامري يعني أنا أردب ديها به أنه كان دائما يعني بيضة القبال ويحاول ترطيب الأجواء وتلطيفها بينه كل القوى السياسية ليس فقط الشيعية وإنما أيضا السنية والكردية والأقليات والأخوة المستقلين وكل القوى السياسية وكذا الرجل دائما يذهب على موضوع ويذهب إلى موضوع التوافق بينه كل القوى والذهاب لتشكيل الحكومة لأنه اليوم الفضاء الوطني العراقي الكبير هو شاغل هم الرجل كحاجة العامري وكفتح وكإطار تنسيقي نطلع للأوسع لكن اليوم التقارب الكردي كان مرحب به من قبل الإطار التنسيقي برمته وكنا ندعو دائما إلى هذا التقارب وحل موضوع رئيس الجمهورية ولذها زال متمسكين بأنه ثبات على الأعراف السياسية الموجودة السائدة اللي هو رئيس الجمهورية الأكراد والسنة هذا طبعا مو دستور لكن هذا عرف سياسي ساد بعد 2005 بعد بدل النظام السياسي الجديد والعملية السياسية هذه الاستحقاقات الإطار التنسيقي برمته يعني ثابت عليها واليوم حتى الخلاف بين التيار والإطار لا يوجد خلاف لكن اختلاف بالرؤية السياسية ويرون أنه يذهبون إلى تشكيل رئيس الوزراء اختيار رئيس الوزراء من التحالف الثلاثي ويكون هما الكتلة الأكبر والإطار التنسيقي يرى أنه الحفاظ على المكون الشيعي من التفكك والذهاب بأنه المكون الشيعي يذهب بكتلة واحدة يختار من عندها رئيس الوزراء وتكون هذه هي الكتلة الأكبر النيابية اللي موجودة هذه بالدستور والعرف السياسي والمحاوضة على هذا الموضوع فيما بعد ذلك يذهب من يرى الموالاء أو المعارضة نحن لم نكن في يوم من العيان طلبنا أنه مناصب أو وزارات أو ننخذ رئاسة الوزراء للإطار لا ما موجود هذا الكلام الحقيقي الكلام الواقعي والمطلب الوحيد أنه يذهبون بكتلة واحدة إلى البرلمان العراقي تكون هذه الكتلة هي تختار رئيس الوزراء يختار التيار الصدري يختار الإطار يختار الأخوة المستقلين طبعا موجود الأخوة المستقلين الأربعين نائب اللي هما اليوم يعني فيما بعد يتبين بعد أنه المبادرات اللي ظهرت والدعوات للمستقلين تشكيل الحكومة وأعطى الإطار في مبادرته أنه الحق للمستقلين أن يختارون رئيس الوزراء والوزارات ونحن نستطيع فضل صوت مهلا يكون هذلك اعتراض على لا سامح الله أنه بالأشخاص أكون مشكلة قادمة سلام محمود إشتوني يصرح السيد العامري أنت جنابه قريب بالضمن أجواء الفتح وغيرها كيف يصرح السيد العامري تصريحا رهانه على التيار الصدري هو خاسر أنا تار الصدري أقول لك أنا ما أجو إياك وبالتالي ما هو رهان السيد العامري في هذه التبشيرات أو المباشرات دعني أقول لك شغل سيد العامري لن يتوقف عن رهان عن كل القوة سياسية يعني بعد يتواصل مع السيد يتواصل مع السيد يعني هو سيد الصدر أو الأخوة في تار الصدري يعني أعتقد عندهم علاقات طيبة مع الحاد العامري وعلى سنود الضد به طبعا لأنه الرجل ما عنده خلاب بالعكس هو محب لآل الصدر ولي سماحة السيد مقتدى الصدر وعلاقتهم طيبة حتى في ظل الإسنادات السياسية اللي صارت والانغلاقات من قد عثلت صارت وراء الخطاب المتلفز الأخير العلاقة متواصلة أي خطاب يصير يعني نحن نرى في سماحة السيد مقتدى الصدر أنه يعني رجل العراق يعني البرحة كنت فيه أحد اللقاءات طبعا ملح حق يتعقب على أحد الأخوان قال اعتبر صفارة الحكم احنا ما نعتبر سماحة السيد صفارة حكم بلعبة لا بل هو صاحب الملعب يعني مثله مثل الإطار مثل التيار مثل الفتح وما نعتبره ملح حق يتلن نسد الاتصال عليه يعني هو صاحب الملعب السيد لا لا يعني كنا بالملعب واحد اليوم هذا مو ملعب هي ملعبة خلنا نكون واقعين حكيا مسواها وهذا هي ملعبة اليوم إحنا هذا مصير وطن مصير بلد مصير شعب مصير مكونات إحنا أريد أطلع عن المكونات خلي أقول لك إياها أطلع عن مكون السني والمكون الشيعي والكردي والأقليات وما إلا ذلك اليوم إحنا نعيش ببلد واحد إذا لا سامح الله أنت يعني كالجسد الواحد اليوم إذا صار عندك مرض بمكان الجسد كله يتمرم اليوم إذا صارت لا سامح الله الشقاق أو القسام أو الشطار أو تهديد السلم المجتمعي في أي جزء من العراق اليوم لما صارت في المحافظات الثلاثة أو المثلث السني لما دخلت داعش يعني من طلعه ولد الشرجية يقاتلون لأنه حفاظا على العراق الواحد ينتهي العراق كله اليوم ما أثر فقط على أمبار ودياله الخلاف السياسي الشيعي قائم والشرخ كبير جدا وعميق جدا طبعا تشوف أستاذ أحمد أستاذ محمود نحن بالبداية بالانتخاب أنا ما متشائم دعا أنا دائما ما متشائم بالانتخابات تيار الصدري سمحت السيد قال ما رح نشارك بالانتخابات وبالأيام الأخيرة ما رح نشارك بالانتخابات موهسة فائز أول بعد وفائز أول نحن ما محترضين نحن بالأكس وياه نحن نداعمين إلي نذهب لتشكيل الحكومة مع أخوتك في النطار التنسيقي وتكون أنت تختار رئيس الوزراء وأنت تختار الوزراء وتصرون أنتم بوجه شون نقول يعني المنظومة مو موجه المدفع لا مو موجه المدفع موجه المنظومة السياسية عندما أنتم رح نأخذون الحكومة وتمشون بالإصلاحات ومحاربة الفساد ومحاربة الفساد تبدي بكل القوى السياسية تمام أستاذ زياد خيرين ما أعطاه إذا حصلنا بالمعارضة ما أعطاه إذا دور المعارضة بالبرلمان وبالهيئات وبالجهات الرقابية تمام أستاذ زياد خيرين أسأل جنابك من هو الخاسر من تقارب الحزبين الكرديين الإطار أم التيار نعم المبادرة لم تتبلور بشكل أنضج وأوضح من قبل السيد نجربان فعلا لا وجود لأي موقف رسمي على بقاء فخامة الرئيس الحالي في منصبه أو رحيله لم يتفق الطرفان ما يجري هو فقط تكهنات لكن من هو الخاسر من الأطراف السياسية تحديدا الشيعية بتقارب هذين الحزبين يعني ماكو أحد خاسر أولا لا لا ماكو أحد خاسر أسترحة أقول لك شلون ماكو اعتراض على الرئيس برهم صالح من قبل التحالف الثلاثي بالأساس بل الاعتراض على الرئيس برهم صالح كان بالأساس من الإطار واتهم يعني باتهامات كثيرة من بعض القوات في الإطار اتهامات خشنة للعظم مصلت شينو بعد يعني حتى بالتلفزيون قالوا قالوا عليه ألف سالفة رجال ديمقراطي وتقبل الموضوع ويعرف أنه زعل السياسة يختلف عن الواقع زين فماكو مشكلة ما بين التيار أو التحالف الثلاثي واسم رئيس الجمهورية أو الاتحاد الوطني أكو كلمة بداخل التحالف الثلاثي ناطين كلمة لأبو مسرور أبو ريكان أو أبو هاش لا يوجد اعتراض على الرئيس برهم صالح من طرف من أطراف التحالف الثلاثي وهذا مثبت عبر مجريات الأحداث منذ استقالة السيد عادل عبد المهدي أو منذ أجبار السيد عادل عبد المهدي على الاستقالة تمام استرسل فإذا فإذا اتفق الحزبان في الإقليم الشمالي على رؤية مشتركة وقال الرئيس مسعود برزاني بأنه اتفقوا على سين من الناس سواء الرئيس برهم صالح أو غيره لن تكون هناك ومانعة في التعالف الثلاثي على هذا الاسم فما في مشكلة عند من؟ عند الثلاثي تجي على الإطار هل الإطار الآن معترض على السيد برهم صالح؟ ما معترض عليه إذا قال الاتحاد الكردستاني بأنه اتفق مع الحزب الديمقراطي على اسم سين أو صاد سواء الرئيس برهم صالح أو غيره أو سيد ريبر أحمد أو غيره ونحن متفقون عليه سيذهب بالتأكيد للإطار مع قرار الاتحاد لأن الاتحاد وإن لم يكن جزءاً موقعاً ضمن الإطار فهو جزء مساند للإطار مثل حال حال عزم الآن مع الإطار وبالتالي القرار الكردي عندما يتخذ لن يكون فيه ضرر بل العكس أنا أرى الآتي السادة أحمد إذا اتفقت القرارة الكردية والحزبين الكرديين على اسم شخصية معينة لرئاسة الجمهورية سنكون في بداية الحل وسنذهب إلى حلول تكون سريعة في عملية الاتفاق باختيار رئيس الجمهورية وقد تكون هذه السرعة تنعكس لوعاً ما إيجابياً على عملية اختيار رئاسة الوزراء لكنها بالتأكيد ستكون عندها معركة طويلة معركة سياسية الخلاف الحالي الموجود ما بين القوى السياسية كلها بدون استثناء هو خلاف في الأيدلوجية الفكرية لإدارة الدولة المقبلة الخلاف في طبيعة كيفية إدارة الدولة وليس خلاف على المصالح ولو كانت خلاف على المصالح نعم أنا أتفق مع السيد الحياني القوى للإطار أعطى للسيد الصدر قال له لا أخذ شكل شو تريد الشكل على شرط أن تكون شيعياً فقط بالنص بالنص اختزل السنة لا 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 أنا أكمل لا لا أقرأ الأحداث تعال بكتلة شيعية تمام اسمها البيت الشيعي كتلة الأكبر تعال شكل الحكومة شوان تريد بل قالتها قيادات في الإطار نعم أنه ما عندنا مشكلة بالتلفزيون نعم ما عندنا أي مشكلة بس لا تروحوا يا السنة ويا الأكرار لا تروحوا على طرف دون آخر دون آخر لازم نحن كل شيعة نجي زين نوضع فيه بالمؤتمر مؤتمر يقول لك هاي إذا راحت الكتل الشيعية كلها وجويها السنة وجويها الكرد زين وهم كلهم قيادات طبعا نحن نتحدث سياسيا أنا لا أتحدث ولا أشير إلى المجتمع العراقي بالمطلق ما أنا بعيد جدا نعم المجتمع ناقم وراظب وتعبان حيل لأن كل هاي القوى السياسية لا تمثل إلا ما نسبتها 40% على رؤية وقرارات المفوضية وإحنا كمراقبين نقول ما تمثل 40% أقل من 40% استرسل متفقين متفقين فبالتالي إذا روحون كلهم يشكلون الحكومة على رؤية الإطار على قولت شاء عليش نسوي الانتخاب مو بالله متعبين نفسنا عليش بس هم مكون أكبر أنت ليش زعلان أبو طارب أبدا لا إلى رئاسة الوزراء يجب أن يكون رئيس الوزراء من المكون الشيعي لأن هذا العرف ساد وبما أنه تم انتخاب رئيس البرلمان سنيا والرئيس كرديا حلال علي أكون في قتلة شيعية واحدة إذن هو يجب أن يكون رئيس الوزراء يجب أن يكون رئيس الوزراء شيعيا ولكن أن تكون العملية السياسية عملية فعلية تتغير عن النهج الذي سارت عليه في السنوات الماضية نهج المحاصصة والمذهبية ونهج المحاصصة والتكتلات الدينية نخرج من هذا الفضاء إلى فضاء آخر وهو بداية الانطلاق هل سيقولون حسب التصريحات يقال بأنه الوقت غير يعني ما يساعد شنو لم يساعد شنو لم يساعد نحن دخلنا بحرب أهلية بالعراق بحرب أهلية 2006 فعلية دخلنا بحرب عصابات وميليشيات دخلنا بحرب مخابرات أكثر من 80 جهاز مخابرات بحسب تصريحات للرؤساء وزراء الثنين كانت تعبت بالمشهد العراقي الجار وابن العام كفخنا تمام؟ وصلنا له المرحلة هاي تعالوا خلا نغير من الداخل موسموا إسلامين كلهم إن الله لا يغيروا ما بأنفسكم حتى يغيروا ما بأنفسهم شوف الرأساني البطولة الإسلامية طبعا فبالتالي مو مثلبة يا أبو طارق مو مثلبة سألحاب القرآن ملاكي سألحاب القرآن شكري أتشرف أبو شكري فبالتالي ساد أحمد أختصم لك التوافق الكردي على رئيس الجمهورية إذا حصل وإن شاء الله يحصل قريبا سيكون بداية الحل ولا يوجد خاسر بداية حل نعم بس هم راح نوقع بها يعني إذا تفقه وهم والسيد مريد ناس تتوافق أستاذ محمود عزيزي مثل ما أتفضل أستاذ زياد هامتكم الكتلة الشيعية هامتكم أنه لماذا استطفى السيد مع السنة وجزء من الكرد لا 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 دعينا نكمل يا صلاح أحمد مهيج فضل أفهمت السؤال فضل استرسل اليوم بالبناء من شنا في الحكومة السابقة هما هو البناء كانوا شيعة وسنة وأكراد وموجودين به بالتحالف 2018 غير 2018 نفس الشيء لا لا معادلات تتغير زياد هسا اليوم راح أجويك اليوم لو ذهب التحالف الكردي والسني مع السيد الصدر وشكله حكومة الأغلبية أصبحت هذه أغلبية لتوافقية خذي جربني يعني بهذه الطريقة إذا ذهب اليكتي والتحق مع السلح اليكتي والفارتي والتحق وسوية اي والبيت السني توحد شكل حكومة أغلبية شكله حكومة أغلبية تسمى هذه لتوافقية نعم نحن فأزول من فأزول ما هو الاتحاد ويليطار ما أنا أقنعت أنا أقنعت الطرف الآخر يجويا لا ما راح أصير أغلبية يعني لو أكو جزء من السنة بالمعارضة وجزء من الأكراد بالمعارضة وجزء من الشيعة بالمعارضة أصبحت حكومة موالاة وحكومة معارضة حتى تصير أغلبية ومعارضة هاي أصبحت توافقية إقصائية لجزء معين خلق تربية موعدكم أكراد وسنة خلق هما ما راح يصيري شيء يا أخير إذا ما جوا اليكتي والبارتي ويليطار نتواجه هذه راح يجون ويليطار اليكتي هي راح يجون ويليطار يعني باقي ما راح يجون لا لا راح يتفقون الأكراد ويليطار راح يجون ويليطار التنسيقي نعم لأنه اليوم أبو بقدروا يحصل اليوم حتى إذا وصل عمل يسيا شيء ما بيه يعني يقنع البارتي يحاول يقنع البارتي الاتحاد الكردستاني راح يقنع الديمقراطي أن يذهبون ويبقونوا ياكم أريد بس أعاقب على موضوع لا بس دقي يبقونوا ياكم نعم نعم باقيين باقيين الاتحاد شمسولوا مشكلة قارن عليهم لا جديا يعني شنو الضمانات اللي نعطيها لليكتي ضمانات احنا متفقين وهي اليكتي الاتحاد الكردستاني أنه رئيس الجمهورية كل من عندهم هذا مبني برهم غيره ما عندنا احنا مشكلة على اسم الشخص احنا ما قلنا لا برهم اي ولا احنا الاعتراض أريد عقب على كلام الدكتور شكرا على المعلومة أستاذ محمود ما اعترضنا على برهم بشخصة احنا كان الإطار التنسيقي بالانتخابات قال أنه ماكو تدوير للرئاسات احنا اليوم طلعني غيرتوا رئيس الوزراء اللي كانوا سيد عادل عبد المهدي واسقطتوا حتى تغيروا الرئيس البرلمان وتغيروا الرئيس الجمهورية ويا وبدت العملية بالدكتور عادل عبد المهدي ما ريد نعيد هذا الكلام معروف ومسموع لكن خلنا نعيدنا للتذكير اليوم انتوا غيرتوا رئيس الوزراء وكان خورت ما غيرتوا من هذا الدقيقة من احنا ش تقصد غير اتخابات المظاهرات حبارة تقصد الأحزاب الفائزة الاولى لا لا المظاهرات زين اللي صارت طالبت بتغيير النظام السياسي قلنا نعم يا مان يقدر نغير الحل البرلمان اذا اول مطالبتهم تغيير البرلمان ورأس البرلمان قلهم مان يقدر نغيرها لازم انتخابات لازم فوضية لازم صرف اموال لازم رأس وزراء قالوا أوكي رئيس الجمهورية ما يتغير قال حامد دستور غيروا رئيس الوزراء وراء انتخابات جت المبكرة حتى تتغير رئاس البرلمان والبرلمان العراقي سوى يعني رجع البرلمان نفسه بالانتخابات السابقة غير 235 نائب وبهذه الانتخابات اللي عادة غير 160 نائب بقى رئيس البرلمان نفسه السيد الكاظم الرجل اجل لتغيير يعني الانتخابات مبكرة الوظيفة تلك وما هي انتخابات مبكرة قلنا بعد الانتخابات ما حصلت وصادقة المحكمة الاتحادية عن نتائج ونحن طبعا رفضنا النتائج قلنا دعاوي صدرت قرارات من المحكمة مو بصالحنا قلنا نرحم القرار بيوم اي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية وقوة سياسية ترفضه هذا طبعا مرفوض الخضايا العراقي مستقر وسيادي وصلت تتعلو ولا يعلو عليه سوى القانون والقانون لا يعلو عليه سوى الوطن أو المواطن أو الشرعية اللي جدت هم انتوا البرلمان منين جدتوا من الانتخابات اللي يردقوله السيد برهم صالح كانوا إلى دور وعلى علاقات دولية كبيرة طبعا وإلى دور في الحفاظ على الدستور دور في الحفاظ على النظام السياسي وهذا واجبة طبعا يبني عليه الدستور والقانون لكن احنا ما قلنا لأنه نعترض قلوبت الدنيا بمجرد قلوبت الدنيا بس بس كلف الكاظمي قلوب حتى الرجال راح الاسليمانية بقتها مو استاذيات الذكر قلوبت الدنيا علي هو قال اولا راح اولي راح الاسليمانية قال اول جادرية الأجواء شان بها تراب هوايا فوق فراح للاسليمانية وبعدين جمهور ما طالب بيه قالت رئيس البرلمان الجمهور قال للسيد عادل عبد المهدي وكل تشرين وبساحة التحرير وانا اكن الاحترام الكبير للسيد عادل عبد المهدي واعتبره ساحة المشروع قال اول وطن قال اول وطن قال اول وطن قال اول وطن غير كل الحكومة اكو قراءة اكو قراءة يراد شوية اوضح جاء اوضح اوضح سلسل الحداث سلسل الحداث والمطلع المتظاهرين قالوا تغيير النظام كل الريق صح لو غلط حلم لا 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 ردو تغيير النظام قال اول وريد خدمات ضربوهم وكتلوا من عدن قال اول وريد قالت العقوبة قال اول وريد اول مرة قال اول وريد تعيينات اريد خدمات حس برهم صالح عفوا فخامت الرئيس بالنسبة للإطار هو نجم فيستحق ان يكون لولاية انسان بنظركم لا بنظر انه الاتحاد الكردستاني حق العرف السياسي اللي ساد منذ المرحوم الرئيس جلال الطلباني انه رئاسة الجمهورية لهم حقا ايه عرف خوش مو دستور عرف و للسنة السنة اخذوا استحقاقهم تمام من رئيس البرلمان تمام وكذلك اليوم الاخوة الكرد العرف السائد انه بيرشح من طريق الاتحاد الكردستاني الشخص اللي راح يرشح الاتحاد الاطار راح يكون ويام كذلك المطالبة اليوم البيت الشيع استحقاقهم العرف السياسي انه رئيس الوزراء بدعدهم ايه بدعدهم بالاضافة لانه كفقرة بالدستور الاغلبية النسبية بذكورة اللي هم البيت الشيع ذي هم تقريبا 180 نائم يعني هذا استحقاق 180 نائم يعني احسب لك اياها 73 تيار 88 لطار 40 مستقلين طبعا كلهم شيعة المستقلين المستقلين كلهم شيعة كلهم شيعة كلهم هاني قاعدوا يخوا المستقلين وقاعدوا يوهم بلقاءات بحوارات يعني بلقاءات شخصية مو بالله يقول لك احنا الاربعين كنا شيعة بحيث من جو وانت رحت ويا سيادة ويا سيادة وانت رحت ويا الاكراد ويا جماعتك ناس رحت بارتي وناس رحت يكتي وانت رحت وناس عزم وناس تقدم وانتهى الموضوع 40 واحد نائم مستقل نعم والله تقطق هنش قد يطلع 191 نائم 191 نائم 191 نائم أصبحوا ازيان ازيان انت 191 نائم منذ زاد واحد واصلين تقريبا الثلفيان اذا اتفقوا واتحدوا واصلين الثلفيان تموت ردون رئيس الوزراء تكون من يكون من المكون الشيعي هو راح يكون من المكون الشيعي خلينا يشتغل براحة انا تيار الصدري فاي زول احذر يقول لي سيد محمود انا فاي زول صح ولا انا غلطان انا طالبت بحكومة اغلبية هذا اللف والدوران واني كذا وعدني مليونين وستبتالي بصوت حقك صحيح بس انا عندي مشروع 2003 لليوم ما حققنا شي وبالتالي صارت التظاهرات مو ابو طارق لو انا غلطان عمي لك خلي انا اشكل حكومة اغلبية وانت روحوا معارض جئت وعطلت اعطل لك رقم ثاني حتى يسأل اعتراض وين انه هسا اليوم الاخوة السنة كأكراد وكسيادة تحارب يتبرون سنة راح يصرون 138 لاب 138 لاب 138 سني سني مو بطائفية لا 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 حتى ما يقولوا بطائفية كل شي احب الصراحة سندي من الامباران نعم دعشي لك يا نعم الاطار يقول لك هذا 138 السيارة اذا راحوا يوم 73 اصبحها قلية ممكن هاي باتر 138 تنقلب على الاطار على الافتال على التيار وتاخذ هي رأس الوزراء ويصبح الموضوع مالتنا احنا ما اكل مكوض الشيء حفاظوا على المكوض الشيء الموالي سواج تجاوب رئيس اسفضل اي هذا الحديث يا سيد جاوب لك من الاخير يردوها هيا شيعيا شيعيا حق شيعيا لا لا حق حق مثل ما اخذ تحالف السن اخذ رأس البرلمان والكردي اخذ رأس الجمهورية اخذ رأس الوزراء ماتي انت على شون مصطفين جماعوي يقول لك احنا بيت سياسي شيعي واحد نتفق نختلف احنا نريد تطلع من اعتنا واحد فضل ابطار قسم هكذا اولا البستور لم يبنو على هذه الصيغة وانت ذكرت في بلد حيثك قلت بانه ساد عليه العرف اي دعم عرف هذا عرف مدحشان عرف بس الدستور موجود اكو فقرة من دستوراني 70 أو 71 69 موجودة الكتلة النيابية الاكبر اللي شكلوها عدد رأس الوزراء مذكورة هذه من 191 استحقاق دستوريا وعرفيا انه استحقاق كم من انت مصالح مدحشة تقاطع لا 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 اني السؤال اتفضل السؤال أبو طارق شين السؤال قل لي يا الله نسؤال في حلو لا لا خلي صدرك وقلبك ذاك وقل لي قل لي يا الله عندك العاف يضحى العرف السياسي العرف السياسي يختلف عن الدستور ويختلف عن القانون السياسي العرف السياسي اللي سار بالعراق هو الذي أورث العراق التخلف وأورث العراق التأخر وأصبحنا دولة يشار لها بالبنان في كل مجالات السوء من حيث مكافحة الفساد من حيث الفساد من حيث البنى التحتية من حيث الخدمين من حيث التأخر هذا واقع حال طبعا السبب في ذلك هو سلسلة الإدارات اللي حكمت هاي البلد وطبعا مو من 2003 قبل 2003 حتى نكون واضحين يعني تريد أن تفعل العملية السياسية بالأغلبية تريد ول發現 حسب تفسير المحكمة الاتحادية كانت مريحة قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات طلع لدينا تحالف السياسي قال نحن متفقين قبل الانتخابات نحن قبل الانتخابات بعد الانتخابات نحن متفقين نحن متفقين تведون الكتلة أو الحزب الواحد الفائز نحن موجودين في الت وقت العزم ما أدري بعض الواحد من المواقع يقول لازم تصحح عزم بالمو عشرة معترض أنه أنا قايل بهم عشرة لعرف أنهم عشرة 13 أو 14 ما عزم اللي موجودة الآن موجودة مع الإطار والاتحاد موجود وبعض النواب من أقليات كريم أخرى أيضا موجودة مع الإطار في عملية التحالف على تشكيل الكتلة وبالمقابل كتلة سياسية كبيرة بها التيار وبها تقدم وبها أو السيادة حتى ما نقعنا بها عزم بشكلة عزم والله خبرنا بالله عزم من يوم دخل عزم خلش هالأفكار كله طبعا كاسم مو كمكون سياسي والاحترام لكل نواب عزم اللي هنا واللي هنا اللي بص صعبين اللي بص صعبين عفش عليك بس خبروني هم يا اسم فالكتلة كبيرة والضم الديمقراط الكردستاني وبعض المستقلين أيضا نضموا لهم هذه الكتلة تريد تقرر قرار بأنه تحترم الأنظمة والعمل السياسي في العراق وذهبت إلى قبة البرلمان وقالوا احنا راح نكون الكتلة الأكبر وانتخبوا رئيس البرلمان انتخبوا على اعتبار أن هم الكتلة الأكبر اللي موجودة في العملية السياسية ذهبوا إلى رئيس الجمهورية ولولا قرار المحكمة الاتحادية المحترم لا مرروا رئيس الجمهورية ولولا قرار المحكمة لمرروا رئيس الوزراء هذا كلام سياسي تريد نقعد نفصل عشائر ودواوين واني بال2003 وان شنيت وانت قبل 2003 وان شنيت وهاي انت اشتركت بيها وهاي انت ما اشتركت بيها هذا بحثا آخر عطوا للدستور وقفوه واجتمعوا بيناتكم كزعامات سياسية كل من يأخذ قياته وقسموها ورح نرجع للذكر الكعكة والطبخة والكوستر والدن السوالف القديمة وقسموها وفضوها عليش متعبين للشعاب ومخلينا يطلع يسوي انتخابات ومخسرين المفوضية مليارات وهاي المليارات كانوا يمكن تعطى لعوائل الشهداء عوائل الشهداء اللي ضحوا ضد الإرهاب وضد التنظيمات الإرهابية واللي حد الآن ما مستلمين أموالهم ولحد الآن ما مستلمين حقوقهم كان نطهل الفقراء للأيتام كان نطهل المعوقين اللي خلفتهم حرب 1990 دخول الأهوج للكويت وما نضربنا بيه وهاس كل أطفالنا معوقين يطهل خمسين ألف خلان طهل خمسمية من هاي من الفلوس بالمفوضية أو احترموا احترموا الدستور وقرارات الجمهور وخياراتها بالذهاب للانتخابات ويقولوا تعالوا يا أخوان أنتوا يا الكتلة الأكبر خلنا نتحدث بشكل احنا خلص هذا الكتلة الأكبر اللي يريد يروحوا إياكم يروحوا إياكم واللي ما يريد يروحوا إياكم يروح للمعارضة أو يبقى بالمكان اللي هو يعجبه اللي هو يريده ونمطيكم الفرصة على شرط أن نتفق على ورقة جديدة هذا مقترح مني عندي آني على أن نتفق على ورقة جديدة ورقة عمل لا يتم فيها استهداف أحد ولا يتم فيها إقصاء أحد ولا يتم الحديث بها عن ثأر وغير ذلك إذا متخوفين من هاي الأشياء وإحنا نسمع بأن هذا التخوف موجود ونتفق على خارطة طريق جديدة تفقوا عليها وهاي الخارطة تخلي ترعاها القيادات العراقية المستقلة والمراجع الدينية الكبيرة تخلي ترعاها وتكون شاهد عليها والشعب العراقي تدخل بالسياسة لا لا على الرعاية ليس تدخل بالسياسة وترعاها رعاية وبالتالي يصير توافق على أنه يحترم الدستور ويطبق إذا هذا هذا ألف باء إذا تقدر تجيبون من الطرف الآخر أنتوا إلى الإطار أخذوا من الطرف الآخر الكتلة الثلاثية الأكبر إذا فعلا استطاعوا مثل ما ذكر السيد يأخذون الديمقراط الكردستاني ويأخذون باقي رح يصنون أكثرية من حقهم يشكلون حكومة ويجب على الكتلة الثلاثية يجب عليهم أن يحترمون قرارهم أنا أقول لك أنا أدعو بأن التحالف الثلاثي يحترم قرار الإطار إذا ستحصل أو استطاع أن يجيب الأغلبية وقالي أقول لك كما أحسن فلك أنا سمعانها وقاريها وشايفها سيد مقتدى الصدر ما قال شي يراد له فك طلاسم قال إذا لم نستطع أن يشكل الكتلة الأكبر سنتها بالمعارضة يبن هو شكل الكتلة الأكبر قبل الانتخابات وشكلها بالأربعة وسبعين وشكلها وراء الانتخابات بالتالي نحن أمام خيارين إما أن نطبق دستور أو نذهب إلى طريق عشائرية العشائرية مترهم بعد العشائرية مترهم بعد سالح نذليش آخر ثلاثين ثانية لأن الجمهور ما يقبلها والتوافقية الجمهور ما يقبلها والزحف الجماهيري قد يكون قريب على ساحات التظاهر إذا ما بقيت القوى السياسية لا تترث له والمشكلة ابتدأت المشكلة الحقيقية ابتدأت مو بالانتخابات هاي ومثل ما قال السيد أن الانتخابات هاي الأخيرة ما غيرت شي عن 18 لا غيرت غيرت والدليل على الآخر كم صوت شان عدكم الآن شقد غيركم كم صوت عنده الآن شكم واحد لا غيرت الانتخابات غيرت الانتخابات ماكو لذة للانتخابات صارت ماكو قيمة لنتاج الانتخابات سبعة شرط ماكو سبعة شرط تبعطني للبلد عمي خايم يمي هاي يمي لا أنا كإطار تنسيقي مستعدة نروح للمعارضة مرخصتك سيد بس تمو أنت تريد نروح للمعارضة ببلعت كل الأول والتالي بلعت اللي بلعت الحكم مترخص بس تريدني أنا يحكي بمكان تير يعني ماقدر أحكي بمكان لا 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 بلضبط بس كرؤية سياسية كرؤية سياسية انطيني شي أعترض بي أدوات معارضة ما عندك يش ولتوها انت قاطعت انت جيت قاعدة وقلت خلينا تفاهم حضرت الجلسة وقلت خلينا تفاهم هذا السؤال لك ما حضرته ما حضرته مو بسئلة ولا بسئلية إلك وإليه وللجمهور للقيادات في التحالف الثلاثي وإننا في مرحلة تصعيد إعلامي غير مسبوق يشبه التصعيد الإعلامي اللي حصل في عام 2013 بين أطراف سياسية أوصلتنا إلى مهالك بلآن التصعيد تصعيد قاسي جدا لحد هذه اللحظة كل ما يجري كل ما يجري من خلافات بين الطرفين لحد هذه اللحظة كل ما يجري من خلافات بين الطرفين ضمن الدستور إلا بعض الأصوات الإعلامية التي تريد أن تظهر سيد محمود يعني ما ممكن واحد ضمن شخصية إلى مكانتها إلى وزنها يروح وحدها أو فريق وياه يروحون يقلعون السيد يدقون بابه يعني هل يعقل أنه لا توجد إلا الآن شخصية تمكنت من إقناع السيد الصدر من احتواء السيد الصدر من الجلوس معه من إقناعه يا بسيد نشتري دحنا حاضرين ما ممكن هي القضية واضحة جدا يعني لماذا لم يتدخل السيد العامري تحديدا في وقت هاي الفتنة يا رجل والله هو الرجل حاج أبو حسن يتدخل أبو حسن يعني للجعب علاقة المعرفة طيبة ويا السيد ما قاعد لكن هو أكو يعني ظاهر في المشروع يعني ما لحد يقدر يتخلص من عنده مشروع؟ هذول ما يمثل مكون هذول مكون ثاني تم مكون أول سأل سؤال ما هو تأثير الفاعل الإقليمي على السنة والكرت قياسا بالمكون الشيعي قياسا بسماحة السيد بالإطار التنسيقي يعني ليش تقول هذا المشروع ربما يؤثر هناك مشروع يؤثر على التحالف الثلاثي لا يعني وجود هؤلاء لا يسمن ولا يغني من جوع بوسط هاي الأزمة هذا التورم يعني شي يأثر الفاعل الإقليمي كان أثرت إيران على البيت السياسي الشيخ على الكنها وعلى السنة جوف هسا أقول لك ياها اليوم إيران إيران ما إلها تدخل ما إلها تدخل بهذا الموضوع إيران كان تدخلت لو تدخلت إيران كان تدخلها شنو إيران تدخل اليوم التيار رفعه مطالبهم الاطار رفعه مطالبهم دخلت بيناتهم إيران نزلت من هذا شوية نزلت منها قاربتهم دخلتهم بالحكومة وانتهى الموضوع اليوم رفع اليد من قبل إيران على تقريب وجهات النظر بين الإطار والتيار كان هذا سبب في الخلاف الموجود حاليا أو تأخر تشكيل الحكومة هذا واضح جدا إذا عدم تدخل إيران عدم تدخلها نهائيا هو السبب ليش ما جاءت الدخل بدون زحمة؟ يعني هو أقعدهم يعني شون نقول رؤية سياسية أو حكومة جديدة السيد رئيسي رئيس الجمهورية عنده سياسة خارجية تختلف عن السياسات القبلة فهذا واضح جدا مثل ما اليوم يعني عكس قاسم سليماني من كان عكس طبعا يعني كان من رأح تأثر البيت السياسي لا لا كان توجيهات توجه الخارجية الإيرانية كان أنه تدخل مو تدخل وإنما تقارب وجهات النظر بين البيت الشيع يعني يعتبرهم أقرب ناس إلهم يعني هذلك ربما أنه يعني عدم تدخل المرجعية يعني بالمرجع السيد السستاني دام ظله أنه ما يدخل نقع عن الموضوع السياسي حتى ما يستقبل السياسيين هذا يعني أكثر مناشدة ناشدة لكن يقول لك أنت المرجعية لا تدخل في هذا الموضوع طلعت عن طوريا عمي أنا حكيت وياك طلعت وياك اليوم اليوم التدخل الإيراني موجود لكن هناك تدخل الإقليمي في جهات سياسية من من من؟ موجود من من؟ موجود مثلا عندك تركيا الإمارات غيرها أكو عندها يعني ربما مشاريع حتى مصر حتى الدول الإقليمية أكو مشروع عندك أنت مهم جدا حتى الأردن؟ يعني الأردن لو اليوم لين سيد عمارح كم راح ما راح تحشون على الأردن وبارك أمبو بالعاقبة وغير لا أشوف ساد محمود أحشيلي غيرهم موضوع الموضوع موضوع اقتصادي بحد موضوع طريق الحرير أكو دول اليوم اليوم ما من مصلحة هيمشي هذا الطريق يأثر على مصر يأثر على الأردن يأثر على سوريا يأثر على الإمارات يأثر على السعودية يأثر على الكند راح يستفاد منه الوحيد العراق والشعب العراقي إحنا اليوم أكثر طبعا الإطار الفتح خلحت شي هل أرجع للفتح الفتح كان أول من دعا إلى الاتفاقية الصينية وتطبيق مشروع الحرير وميناء الفو وهذا يمكن سبب خسارة الفتح لأنه حاول محاول ذهب جاهدا لأنه يحقق مصالح الشعب العراقي أولا وغلب المصلحة الوطنية لو كان اتفق معه الدول الإقليمية على عدم تمشية هذا المشروع لكان عادل عبد المهدي رئيس وزراء الآن وربما دورت إلى هذه الوزارة الثانية لكن ذهاب إلى الاتفاقية الصينية وتحقيق المشروع الاقتصادي الصيني واليوم الحرب الموجودة الحرب الروسية التي انضمت لها اليوم الصين وكوريا الشمالية وبعض الدول الأخرى وربما أيضا إيران لها دعم للموضوع الحرب روسيا اليوم أصبحت لاعب أقوى من اللاعب الأمريكي في المنطقة اللاعب الأمريكي بدأ يضعف وهذه الحرب موجودة الحرب الاقتصادية نحن اليوم بين ثلاث دوائر الدائرة المحلية ومشاكلنا بين نهاية طبعا مدت النحال والسبب الدائرة الإقليمية اللي مشاكل بين الدول للوصول على أكثر ما تستطيع ألم واللاعب الدولي الإقليمي اللي هي الحرب بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية أصبحت واضحة للعيان اليوم هذا المشروع يأذيهم وين دخلونا؟ دخلونا موضوع السياسة وتأخير تشكيل الحكومة هذا طبعا راح يبقى يستمر حتى لو ذهب لو ذهب الإطار لتشكيل الحكومة ما راح يخلوه شكل الحكومة من أولا؟ ولو ذهب التيار الصدر لتشكيل الحكومة ما راح يخلوه شكل الحكومة المشروع المشروع؟ اللاعب الأقليمي والدولي اللاعب الأقليمي والدولي ما مصلحت هذا تشكيل الحكومة ما مصلحته يبقى العراقي يا شيء لكن لو لو دخل الإطار والتيار فيما بعضهم متماسكوا وشكلوا الحكومة أعتقد راح يضعف هذا اللاعب لكن راح يخلقونهم مشاكل ربما تكون مشاكل داخلية مثل ما تفضل الضيف العزيز هي جان الشارع وهذا اللي دا يعد إلا مثل ما تفضل إلا سمحت الشيخ قيس الخزعلي أكو ربما يعد لمظاهرات هذه المظاهرات إذا شكل حتى لو شكل التيار التظاهرات الآن اللي يتم الإعداد إليها أو الزحف اللي وصفها وصف دقيق أستاذ زياد يعني تعتقد هذا معبأ ومهيئ من اللاعب الأقليمي؟ طبعا شنو مصلحة هذا العبيب؟ بقى الكاظمي؟ ما عنده مشكلة بالكاظم أو غيره يبقى الكاظمي؟ هو الكاظمي أو غيره اللي يجي المهم بالمشروع ما لا يبقى مستمر شنو الفوضى؟ طبعا يبقى العراق غير مستقر لأن إذا استقر العراق بالكاظم أو غير الكاظم من هو الأقوى؟ من هو البيت السياسي الشيعي وتماسكه حتى تقدرون تنتصرون على هذا الفعل الإقليمي والدولي لو الفعل الإقليمي أقوى منكم؟ لا لا البيت الشيع اذا اقدر يتماسك ويحقق يعني الوحدة الوطنية الي هي الشمولية تحمد رعد وعد ابو اه انحنا قاعدين ما ادني دينا بس بوما يقبلون انا قاعدين ما ادني دينا نقولهم تعالوا ما ما يقبلون ويقولك لا احنا مشروعنا غير مشروع رحنا له رحنا له حنانه هاي قريبا وراحه لهم اي لحنه هذه اقول له له لعني سمحت السيد اي كس فيس اشكل الحكومة واخذ الحكومة لك رئيس الحكومة يطلع من هذا بس دعونا نقول هذه الكتلة نحن نشير الكتلة هذه مالتنا ويطلع أنت أخذ رئيس الحكومة ورئيس الوزراء عفوا رئيس الوزراء والوزراء كلهم تجيبهم بس نحن نجل لك بإعلان الكتلة بس إعلان الكتلة وإحنا نروح للمعارضة وطونا أدوات المعارضة حتى نقوم عمل الحكومة وإحنا راح نبقى نباوع عليكم عمي أكو خطأ نجلكم بخطأ لا أعطيك مقعد رئيس البرلمان عمي ما أعطيك المعارضة رئيس البرلمان رئيسة لجان مو لجان يعني أنت مثلا أنت ما أخذ هذا النائب الأول والنائب الثاني ورئيس البرلمان كلها من تحالف يا عمي أنا فائز أول فائز أول تحالفك تحالفك أنت اليوم أكو أدوات للمعارضة يمكن أن يعيد الدكتور بها هذا شونا قوم عمل الحكومة بالتعطي لكم للجلسات خسرتم كثيرا سيدنا ما هي شكل أستاذ زياد لا لا يعني ولحدنا اللجان ما حاينه رئيس لجان اللي تشتبع كلها الكثرة خلونا أكبر سنن من أكبر سنن باللجان ما محددين لجان لحد الأمم البرلمان وانتخاب رئيس البرلمان كنا موجودين به وكنا داعمين لانتخاب رئيس البرلمان لكن الفوضى اللي حصلت برأس من جلسة أو برأس من جلسة هي عدة الانسحاب الإطار من جلسة شونا الآلية اللي ممكن يقتنع بها يعني هل التوقف بالفوضى استاذ زياد شونا الآلية التي يمكن من خلالها أن يقنع أو يقنع بها السيد مقدد الصدر بأنه الوضع ترى يذابق يعني على ما هو عليه ترى احنا كلش نتأذى والبلد يكون بذمة الكل تعتقد هناك شخصية تؤثر عليه تعتقد أن فريق سياسي لأنه السيد مسعود بارزاني كل المبادرات التي طرحها حقيقة أخفقت مو باعتراف أحمد باعتراف الإطار و باعتراف الثلاث مسعود عنده مبادرة سواء أوي مسعود عنده مبادرة جديدة سيد بارزاني بارزاني عنده مبادرة جديدة رح تظهر نعم نعم أول الحديث أنه نضع سيد الصدر بشخصه و باسمه أعتقد مو صحيح فأزول هو مضم لذلك لذلك نتحدث عن تحالف إنقاذ وطن إنقاذ وطن آسد برلمان أخذه الجماعة السؤالي والله واضح كشنو الآلية اللي يمكن نقنع بها السيدي قول لك هل رحل عننا مو رح تعمي ولو نغطر ونروح بعد هذه التفاصيل ما أعرفة وذكر السيد محمود أنا نتحفظ على كثير من عنده بأنه تعال نطيننا وروح نتشكل حكومة بصراحة هذه الأحاديث الحقيقية والاجتماعات اللي دارت كانت تخلوا من هذا الطرح هل تكتوى التيار؟ لا لا أنا متابع متابع للإطار والتيار والسيادة ومراقبة المشهد السياسي فما أكو هذا الطرح لا تتحكي التعذب عن طرح تتحكي وكأنه أنت هسا مثلاً تهويه أنا معلومة لا لا مو بس معلومة أنا أقف مع الفكرة التي ممكن أن تحمي وتعيد للدستور العراقي هيبته إذا طرحها التيار أو كوسي رأي هيبة الدستور؟ أو 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 أي طرف آخر وعندما طرح التيار الأغلبية السياسية نقف بالتأييد مع الفكرة وقد نختلف في عملية الربط بين الأفكار وبين القوى السياسية لكن كفكرة نقف معها أولاً وعندما طرحها السيد المالكي في الدورات السابقة في الدورة الثانية وقفنا معها وقلنا الأغلبية هي الحل الوعيد وما تحقق للمشكل العراقي ما تحققت هناك إن شاء الله تتحقق هنا إن شاء الله تتحقق بهاي الدورة نحن نريد للأغلبية السياسية التي تحقق لا ما تحققت لا إن شاء الله تتحقق وأكو قيادات عاقلة ولذلك الآن الحوارات تجري مثل ما ذكرت حضرتك أكون مبادرة للسيد البرزاني وأكون مبادرات أخرى وأكون طروحات ورؤى جديدة في الأيام الثلاثة مبادرة المستقلين وابقنا عنها وقلنا الروح شكرا وبالتالي كل شيء ممكن لأن الخيارات التي وضعها التحالف الثلاثي كانت واضحة والقرارات التي اتخذها للإطار أيضا كانت واضحة عملية التقارب صعبة سواء كان التدخل الخارجي موجود الاتفاق السياسي بين القوى السياسية على أن تقف وتتفق على مشروع شيء وعملية أن يفرض عليها شيء آخر يعني الدول العربية والدول الإقليمية وإيران في مقدمة كل الدول تدخل في المشهد العراقي بطريقة صريحة في الدورات السابقة وبطريقة بحيث نعرف قبل يومين ثلاثة إذا حضرتك خاف خافوا الحزاب وسبعة شهور أخاف أنت بحزب والحزب يمنى عنكم وعلمات ترى إحنا مراقبين نطلع على كل شيء نعرف من كان يجي المسؤول الإيراني قبل يومين ثلاثة راح يجي بفلان يوم وراح يقعوا وراح يسولف كل العراق وفعلا يجي ويقرر وتنتهي المشكلة لا يقارب وليس يقرب الآن الآن الدور اختلف أكو مشاريع سياسية جديدة أكو رؤى جديدة أكو مشاريع شبابية أكو شباب أكو رؤية جديدة بالبرلمان العودة العودة إلى رأي الصقور لم يعد مجديا في المشهد العراقي تحدثت حضرتك عن الدستور نعم الدستور تعرض لمحاولات تهميش وتكشيم إذا صحت المصطلحة كثيرة وخير دليل الآن نحن اللي نحن بيه يعني لذلك سيد الكريم ماكو شخصية تؤثر على السيد انتهى الوقت الحديث الحديث عن أنه يؤثر على السيد بشكل مباشر السيد لا يحمل مشروع شخصي طرح مشروعة أمام الكل السيد وقتدى الصدر طرح مشروعة أمام الكل وتوافقت معه قوى سياسية سموا نفسهم منقاذ وطن الحديث الآن عن تفاوض مع هذه القوى بمشروع يوازي مشروعهم يستطيع أن يقنعهم يوجد التقارب معهم وهذا هو دور الحكماء والعقلاء في الطرفين سيد محمود تعتقد جمهور الإطار التنسيقي سيشارك في الزحف الجماهير القادم؟ لا لا جمهور الإطار لا شغلة هاي مو من مصلحة التظاهرات المظاهرات السلمية احنا مؤيدين لها القانونية وكفرها الدستور لكن مظاهرات مسلحة مظاهرات قطع شوارع وهذه لا طبعا أريد أعقب على كلام الدكتور مثلا هس يقول على تحالف سيادة ويد دستور قانون نفط والغاز وتوزيع الثروات هاي المادة الدستورية اللي هي مادة ممكن تسعة وثلاثين او ما عرفش قد بالضبط من شاء المعطلها بسمها يا حبيبي من شاء المعطلها سيد هذي لا والله مصدرته المحكم الاتحادية الدستورية ورفضه هذا قرار جيد ورفضه من يقول لك تدخل إيراني الدورات السابقة رئيس البرلمان يعني اختارته إيراني ديش الدورة وهس هو رئيس برلمان حالي موجود انت حجت على المكونات لا ما حجت على لا العجل سواهم لا تحدث تحدث على المكونات انت تحدث على المكونات ويطب يسوي يسوي الحكومة ويقرر ويروح يعني قرر على رئيس الجمهور رئيس البرلمان ورئيس البرلمان لأكيد الدخول إقليمي بالإطار ما عندنا يتدخل إقليمي بالسلاث ها بالسلاث موجود مراحوا التركي قدامك السروي اردوغان اش اقول لك انا بعد زين وراحوا اختلفوا عزموا تقدم وراحوا التركية اتفقوا مواني الاعلام والصور موجودة ليش ذابحتكم تركيا سيد محمود ما ذابحتنا بالعكس الدولة جارة وصديقة عندنا مصالح اقتصادية وياها بس من تسألني اكو تدخل عندها لموضوع تشكيل او تحالف البيت السني موجود هذا طبعا هو معلد هذا مواني ده احتي من يعني بالتلفزيونات كلها طلعت وبالاعلام بالتواصل الاجتماعي كلها موجود من تحتي مني عندي هذي هم مراقب هذي صح من تمي لجي علاقنا هذي مراقب اكثر شكرا انت من تسألني سؤال اجابك لازم صراحة لازم الجمهور يعرف شكرا جزيلا سيدنا مو بس هيكو حتى غير تدخلات حتى شينو بعد شينو بعد كابي كابي غير حلق غير مرة عندي غير سغلات بابي شكرا جزيلا سيد العرار شكرا شكرا لكرم الاصغار والمتابعة الى اللقاء شكرا جزيلا اشتركوا في القناة